سنأخذ سؤال أحد المواطنات والمواطنين هو مواطن سنعرفها من خلال الصيغة سؤال المجتمع يطلب من المرأة أن تربي أولادها بدل أن يخرجوا للعزقة والشوارع ويتعاطون المخدرات ويتعلمون من رفاق السوء ما يهوي بهم في الظلمات الثلاث هذا تفاعل من أحد المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع النقاش المرتبط بحضور المرأة في المشاركة السياسية أو مشاركة المرأة في الحياة السياسية هل تفاجئكم هذه الصيغة أم هو لسان حال؟ هيات واسعة من المواطنين المواطنين عفوا هي حقيقة هذا المنظور أو هذا الرؤية لا تفاجئنا ما هي إلا تشخيص لعقلية ذكورية حيث أن المجال السياسي ظل لسنين محتكر على الرجال يعني تحتكره العقلية الذكورية وبالتالي هذه الفئة من المجتمع التي بالنسبة لها بأن المرأة يقتصر فقط دورها على البيت نحن نجد المرأة تتواجد في جميع المجالات في جميع المياذين تشتغل طبيبة محامية مديرة وتشتغل في البيت أيضا ولكن بالنسبة للمجال السياسي هناك غياب أو تغييب لنصف هذا المجتمع خصوصا ونحن نشكل أكثر من نصف المجتمع يعني المرأة هي الأم هي الأخت الفكرة في هذا السؤال سيدة خديجة أولباشا هو أن مسؤولية التربية تقع على عاتق المرأة فقط وأنها إذا خرجت للمشاركة في الحياة السياسية فهي قطعا ستقصر في هذه المسؤولية الأوسارية لا لن تقصر في هذه المسؤولية لأن المرأة التي لها إرادة ولها كل الشجاعة ولها التقى في نفسها أن تدخل الغمار السياسي لأن الغمار السياسي بالنسبة للمرأة ليس مجالا سهلا أنا بحكم تجربتي يعني كنت أما لأبناء درسوا ووصلوا بمعنى المرأة ستترافع عن المجتمع المرأة التي ستساهم في الشأن المحلي أو في الشأن العام يعني ستترافع عن قضايا هذا المجتمع وبالتالي لن تكون ضد المجتمع وضد تنشئاته فالمرأة حين تدخل هذا الغمار وتتواجد فنحن نناضل ولازم نناضل حتى نصل إلى الدرجة المرتقبة لتواجد فعلي وليس فقط لتواجد عددي أنا في الحقيقة في حزب الحركة الديمقراطية بالنسبة لنساء نحن مجموعة من الكوادير مجموعة من الأطر تلقينا هذا التشجيع وهذا الشحنة من هياكلنا ومن مؤسساتنا لهم كامل ثقة فينا بأن ندخل في الغمار السياسي وأن يكون لنا دور فعال إذن هذه الفئة من المجتمع هي التي تساهم في تغييب ماذا تقولون لها في أقل من ذكرها؟ أقول بأن هذا رأي خاطئ لأن الأم التي تعطي الحياة قادرة أن تعطي أفكار قادرة أن تربي قادرة أن تساهم في السياسات العمومية من أجل حماية المرأة ومن أجل حماية الرجل ومن أجل حماية الأسرة بصفة عامة ترجمة نانسي قنقر